بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية وأعرب مدبولي في برقيته عن أطيب التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة العطرة التي كانت والأتزال تمثل رمزا لتجسيد معاني الصبر والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف كما عهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة للعمل الجاد وبدل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في كل أرجاء الجمهورية حتى يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار كما بعث رئيس الوزراء ببرقية تهنئة بهذه المناسبة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف معربا عن تهاني وأطيب تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر بهذه المناسبة العطرة موسيقى